خلينا نتحدث بالفترة الحالية بعد عودة مجالس المحافظات وعملية الرقابة تشعرون ثمة أخطاء ثمة أشياء تحتاج إلى مراجعة تحتاج إلى ترتيب في عمل بعض مجالس المحافظات أم أن الأمور ماضية بالطريق الصحيح؟ يعني خلينا نفرق ما بين مجالس المحافظات والمحافظات سيد رئيس وزراء لديه صلاحية قانونية بالتوصية إلى مجلس النواب أن يطلب من مجلس النواب إقالة أي محافظ من المحافظين وسبق وأن استخدمها رئيس الوزراء لمرتين مرة في وقت سابق قبل دورتين تتعلق بالمحافظة الموصل ومرة في هذه الحكومة يتعلق بتجربة في محافظة الديوانية ومجلس النواب في الحالتين ذهب إلى التعامل الإيجابي مع طلب رئيس الوزراء وهنا هماتي الطلب لا يتطلب استجواب يعني طعن في قضية الموصل طعن لدى محكمة اتحادية قالت هذا اختصاص محكمة القضاء الإداري راح أول محكمة القضاء الإداري ومن ضمن المطاعن التي طعن بها أنه لم يجري استجواب ومحكمة القضاء الإداري كانت واضحة في أن هذه القضية هذا الطريق لا يحتاج إلى استجواب وصدق القرار من قبل المحكمة الإدارية العليا بصفتها التمييزية باعتبارها هي الجهة التمييزية لقرارات القضاء الإداري فإحنا أمام مبدأ أسرنا طبعا وهمت المتاز شلون يقدر يمالس رئيس الوزراء السيد رئيس الوزراء هذا الدور وقطعا لا بد من أدوات المحكمة الاتحادية صدرت قرار رقم 155 لسنة 2019 بموجب هذا القرار قالت أن المحافظات المحافظين هم امتداد للسلطة التنفيذية الاتحادية هم امتداد وفي قرارات أخرى اجدت المحكمة الاتحادية ومجلس الدولة وقرار القضاء الإداري اعتبروا أن المنهاج الحكومي وقرارات بعض قرارات مجلس الوزراء من السياسات العامة التي يجب أن تلتزم بها المحافظات من مجموحة ذن الخلاصة نذهب باستنتاج أن لمجلس الوزراء وللسيد رئيس الوزراء حق مراقبة الأداء أكو فرق ما بين الأدوار لنخلط ما بين الأدوار حتى الأولوية التي دعناها نحن لا نراقب المحافظات نراقب الأداء نقيم الأداء ونقوم الأداء بهذه الطريقة ضمن الأولويات